فاقم الخلاف على من سيشكل الحكومة العراقية المقبلة شقاق بين التيارات الشيعية السياسية في البلاد ويبدو الأمر محصورا بشخصي نور المالك ومقتدى الصدر فما خلفية الصراع بينهما يعود الخلاف بين الصدر والمالك إلى عام 2008 عندما أطلقت حكومة المالك الأولى عملية عسكرية سميت صولة الفرسان قتل واعتقل فيها المئات من أنصار التيار الصدري خلال مواجهات واسعة استمرت أسابيع عدة بعد انتخابات مارس 2010 عرض الصدر بشدة التجديد المالكي لولاية ثانية إلى أن الضغوط الإيرانية على الصدر وقوى سياسية أخرى أدت إلى تمرير تشكيل الحكومة إلى أن تولى حيدر العباد رئاسة الحكومة بدعم من الصدر شد التوتر من جديد بين الطرفين خلال انتخابات أكتوبر العام الماضي والتي نجح في نتيجاتها الصدر في الحصول على أكبر كدلة برلمانية فيما تراجعت حصة الإطار التنسيقي إلى 17 مقعدا وبعد عرقلة جهود الصدريين في تشكيل الحكومة طلب زعيم التيار من نوابه الانسحاب من البرلمان في يونيو الماضي وحاول عندها المالكي طرح نفسه لتولي منصب رئيس الوزراء من جديد لكنه لم يلقى دعما كافيا فاقترح محمد شيع السوداني في يوليو الماضي ارتفع منسوب التوتر بين الصدر والمالكي على خلفية تشجيلات صوتية مسربة منسوبة للأخير في تلك التسجيلات هاجم المالكي قوى شيعية عدة لسيما التيار الصدري وزعيمه ورد الصدر مطالبا المالكي بإعلان الاعتكاف واعتزال العمل السياسي من الخطأ إذن فهم الخلاف بين مقتدى الصدر ونور المالكي على أنه مجرد خلاف شخصي فالصراع الذي يدور حاليا بينهما على السلطة مرتبط بتحديد الهوية السياسية للعراق ونظام الحكم فيه ترجمة نانسي قنقر